يجتمع الأسبوع المقبل صناع القرار والمحترفين المختصين بالقطاع الرقمي ورواد الأعمال من المنطقة والعالم في الدورة الخامسة من قمة عرب نت الرقمية في دبي وهي من أبرز المؤتمرات وأكثرها تأثيراً فيما يخص مجالات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحديث أكثر في هذا الموضوع زار أخبار الآن عمر كريستيدس مؤسس عرب نت نتابع بداية خلينا نتعرف على أرب نت وماذا تضيف نحن بأرب نت من نظم أكبر مؤتمرات خاصة للقطاع الرقمي بالعالم العربي وعننا مؤتمرات سنوية بتصير بلبنان بالسعودية بالإمارات وبالكوات بنجمع بين رجال أعمال ورواد الأعمال الشباب اللي عندهم أفكار ومشاريع ناشئة وطبعاً الحكومة اللي هي عم بتساعد بنمو هذا القطاع لا يتعرفوا على بعض لا يتحدثوا عن أهم تطورات اللي عم بتصير بالقطاع الرقمي لنتكلم عن أكبر المؤتمرات للقطاع الرقمي اللي بتصير بلبنان ورياض والأسبوع المقبل ستصير بدبي ماذا تضيف هذه المؤتمرات للقطاع الرقمي؟ نحن بمؤتمراتنا ونحضر اليوم لمؤتمر الأسبوع الجاي بالإمارات اللي هيجمع أكثر من 1400 مشارك من كل أنحاء العالم العربي والهدف طبع هالمؤتمرات دعم وتنمية هذا القطاع من عدة نواحي تعارف الشركات الكبيرة على بعضها تقدروا يعملوا بزنس مع بعض تعارف الشركات الصغيرة على مستثمرين على شركات كبيرة لمساعدتهم بتنمية مشاريعهم لماذا يتم دعم رواد الأعمال بهذه الطريقة إن كانت الشركات الكبيرة ستتبناهم في الآخر عن طريقكم؟ يعني من المستفيد هنا؟ الكل مستفيد طبعا اليوم في اهتمام بالشركات الناشئة من عدة فئات من العالم اليوم إذا نطلع على الحكومة الحكومات العربية اليوم خاصة مع الصعوبات الاقتصادية اللي عم بتمر في المنطقة مهتمة بدعم ريادة الأعمال كمحرك جديد للاقتصاد العربي اليوم نحن عم نتوجه من اقتصادات كانت مبنية على النفط لاقتصادات مبنية على المعرفة فعم نشوف عدة مبادرات من حكومات من الخليج ومن غيرها لدعم هالشباب لخلق فرص عمل للشباب فمن هذه أول ناحية لاهتمام الحكومات كقطع الخاص اليوم عم نشوف الإبداع بالشركات الناشئة أمرار هدول الشركات عم ينمو بشكل سريع عم بيصيروا يتنافسوا مع الشركات التقليدية اللي منعرفها مع هذا التحول إلى القطاع الرقمي والأولاين بصفة عامة يحتاج إلى جرأة كبيرة فحدثنا عن القطاعات اللي فعلا تحولت للقطاع الرقمي وكيف تشجعوها أنتو أن هي تتحول يعني اليوم نحن منعتبر أنه كل القطاعات عم تتأثر بالمنصات الرقمية اليوم فينا نشوف أنه كنا نحن من قبل حكينا عن زينا نطلع بسيارة من الوحب مكان إلى آخر نطلع بتاكسي اليوم صرنا نطلب عبر التطبيق أوبر أو كريم كنا نطلب على التليفون أكل على البيت صرنا نطلب عبر التطبيق وحتى اليوم عم نشوف أنه المعاملات الصيرفية عم بتصير عبر الانترنت شراء السلع والخدمات عم بيصير عبر الانترنت فاليوم صار موضوع الانترنت والمنصات الرقمية موضوع استاتيجي وحيوي للمدراء التنفيذيين بطل موضوع بس للآي تي صار مصيري للشركات الكبرى